أهلا بكم مشاهدين تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة شاملة لجميع المراكز الاستشفائية وذلك بتوفير كل الخدمات الطبية والرعاية الضرورية وكذا الأدوية اللازمة لاحتواء الضحايا المصابين جراء الهزة الأرضية التي شهدتها عدد من أقاليم المملكة في هذا السياق تمكنت المصالح الصحية من توفير كل الامكانيات اللازمة من موارد لوجستية وأدوية وسيارات الإسعاف وكذا تجنيد كافة الأطقم الصحية من أطر طبية تمريدية تقنية وإدارية إضافة إلى تسخير كل الوسائل الضرورية من أجل التدخل السريع والتكفل بكافة الحالات المصابة وكذا استقبال جميع الإصابات المحتملة من أجل معالجة آثار هذه الفاجاعة المؤلمة وإلى حدود اليوم تكفلت الوزارة بخمسة ألاف ومائتي حالة منها سبعمائة وستة وثمانون مصابا بجروح خطيرة وثلاثة ألاف وخمسة عشر مصابا بجروح طفيفة هذا ويقدر عدد المصابين حاليا في المستشفيات بأربعمائة وعشرين حالة ثلاثة وثمانون منها في أقسام العناية المركزة في حين بلغ عدد المتعافين أربعة ألاف وسبعة وثمانين شخصا على صعيد آخر تم نقل أزجد من ثلاثمائة طن من الأدوية والمعدات الطبية إلى حدود يوم الاثنين نحو المناطق المتضررة من زلزال الحوزة وهو مخزون كافي للغاية للتكفل بالمصابين حسب وزارة الصحة ومنذ وساعات الأولى التي أعقبت الزلزال عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تفعيل المخطط الاستراتيجي للطوارئ المتعلق بالمخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصيدلانية يأتي هذا المخزون من الأدوية والمنتجات الصحية الأساسية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وعن طبيعة الأدوية والمواد المستعملة تستخدم في مثل هذا النوع من الكوارث أدوية الإنعاش والتخدير والأجهزة الطبية المستخدمة في الجراحة يتعلق والأمر كذلك بالمسكنات ومضادات الالتهاب والمضادات الحيوية وأقنعة الأكسجين وغيرها هذا كل ما لدينا مشاهدين شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة